بعيدا عن خطوط التماس مع الحدود الإيرانية والتركية والسورية يتصعد التنسيق الأمني بين العراق وأمريكا بما يكرس توجها للتعاون في مجالية التدريب والتسليح العسكري لقوات الجيش العراقي أمريكا بدورها الاستراتيجية المتفق عليه في حوارات سابقة جمعت بين بغداد وواشنطن تحرك دعمها العسكري لما يبدو أنه بحسب مسؤولين أمريكيين استدراك الحالة الأمنية التي يمر بها العراق سيما فيما يتعلق بمواجهة خلايا الإرهاب ومحاربتها وقطع دابرها في البلاد وبصورة أكثر دقة فإن واشنطن تبحث عن تمتين خطوط القوة العراقية لما ينعكس على استقرار سياسي تبحث عنه أمريكا بعيدا عن تدخلات إيرانية أو استمرار التهديدات الأمنية نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية في طهران من ناحية متصلة أمنيا فإن محاربة عناصر الأحزاب المعارضة للنظام الإيراني على يد قوات الحرس الثورية الإيراني عكست صورة حضرة في الداخل الأمريكي ما دعاها إلى تطوير التنسيق الأمني مع بغداد أما بغداد وبحسب مراقبين أمنيين فإن حكومتها تبحث عن تطوير لقدرات الجيش العراقي لمواجهة معضلات أمنية متزايدة في الآونة الأخيرة ليست تلك المتعلقة بالأمن الداخلي وإنما بعد أن قررت بغداد مسك الحدود مع إيران وسوريا لما يضمن أمن واستقرار العراق وهذا تأكيد حكومي بمواصلة العمل الأمني من أجل تثبيت الاستقرار وهنا تكمن النقطة الأبرز بعد أن اشتد الصراع التركية السوري من جهة والدخول في العمق العراقي بمناطق الشمال ما يتطلب بحسب مختصين أن يكون للعراق كلمته في فرض سيادته بخبرة قواته الأمنية ولا يمكن بحسب قبراء أن تتخلى بغداد عن ملف تطوير قدرات الجيش العراقي سيما أن الحكومة أمام تحديات أمنية ومن أهمها تحقيق الاستقرار والذي جاء كهدف في المنهج الوزري سيما في المناطق الحدودية والمتاخمة لمنابع الإرهاب من الحدود السورية